موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبناء الطلاب أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع شبه المنحرف إذن أبناء الطلاب سنتعرف في درسنا لهذا اليوم بداية على شبه المنحرف ثم الحالات الخاصة لشبه المنحرف وأخيراً على طول القاعدة الوسطى في شبه المنحرف نبقى بداية أبناء الطلاب مع تعريف شبه المنحرف كما تلاحظ في هذا الشكل شبه المنحرف شكل رباعي فيه ضلعان متقابلان متوازيان A B يوازي D C وضلعان آخران غير متوازيان كما تلاحظ A D لا يوازي B C مرة أخرى أبناء الطلاب شبه المنحرف شكل رباعي فيه ضلعان متقابلان متوازيان وضلعان آخران غير متوازيان نبقى الآن أبناء الطلاب مع هذه التعريف التي تتعلق بشبه المنحرف في الشكل المرسوم A B C D شبه منحرف فيه A B يوازي D C نسمي أبناء الطلاب A B و D C بقاعدتين شبه المنحرف وهما كما تلاحظ مختلفة الطول إذن A B و D C أبناء الطلاب هما قاعدتين شبه المنحرف أيضا نسمي A D هذا الضلع و B C هذا الضلع بالضلعين المائلين في شبه المنحرف وهما بكل الأحوال أبناء الطلاب غير متوازيان إذن A D و B C هما الضلعين المائلين في شبه المنحرف أيضا أبناء الطلاب نسمي هذه القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفين الضلعين المائلين A D و B C نسمي هذه القطعة المستقيمة بالقطعة الوسطى لشبه المنحرف لذلك أبناء الطلاب نقول M N في هذا الشكل في شبه المنحرف A B C D M N الواصلة بين منتصفين الضلعين المائلين A D و B C تسمى بالقاعدة الوسطى في شبه المنحرف أيضا أبناء الطلاب نسمي A C و B D في شبه المنحرف بقطري شبه المنحرف إذن A C و B D كما تلاحظ هما قطراء شبه المنحرف إذا رسمنا أبناء الطلاب من أي نقطة على المستقيم A B أو القاعدة A B بحيث يكون عموديا هذا المستقيم على القاعدة الأخرى D C حينئذ أبناء الطلاب هذا العمود يسمى ارتفاع شبه المنحرف كما تلاحظ قمنا برسم B E من A B بحيث يكون عمودي على D C B E عمودي على D C بالتالي أبناء الطلاب سنسمي حينئذ B E ارتفاع شبه المنحرف أخيرا أبناء الطلاب الزاويتان المجاورتان لكل ضلع مائل متكاملتان من هذا الشكل أبناء الطلاب وهو شبه منحرف A B C D الزاوية A والزاوية D هما زاويتان مجاورتان للضلع المائل A D بالتالي مجموعهما يساوي 180 درجة أي متكاملتان مرة أخرى أبناء الطلاب الزاويتان المجاورتان لكل ضلع مائل متكاملتان أي من هذا الشكل أبناء الطلاب بالإمكان أن نقول قياس الزاوية A مضافا إليه قياس الزاوية D يساوي 180 درجة أي متكاملتان أيضا قياس الزاوية B مضافا إليه قياس الزاوية C يساوي 180 درجة وهما كما ذكرنا زاويتان متكاملتان من جديد أبناء الطلاب نقول الزاويتان المجاورتان لكل ضلع مائل متكاملتان إذن أبناء الطلاب هكذا تعرفنا إلى شبه المنحرف وأيضا ذكرنا تلك التعريف التي تتعلق بشبه المنحرف بعد الفاصل أبناء الطلاب سنتعرف على تلك الحالات الخاصة لشبه المنحرف أهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب من جديد وهذه المرة مع الحالات الخاصة لشبه المنحرف والحالة الأولى أبناء الطلاب من هذه الحالات وهي شبه المنحرف القائم شبه المنحرف القائم أبناء الطلاب هو شبه منحرف تعامد فيه أحد الضلعين المائلين مع قاعدتين أي من هذا الشكل أبناء الطلاب كما تلاحظ A B C D هو شبه منحرف تعامد فيه A D على القاعدة D C وهو من ذلك أبناء الطلاب أيضا عمودي على القاعدة A B مرة أخرى أبناء الطلاب شبه المنحرف القائم هو شبه منحرف تعامد فيه أحد الضلعين المائلين مع قاعدتين بالتالي من هذا الشكل بالإمكان أن نقول A D عمودي على D C أي يصنع معه زاوية قياسها 90 درجة وأيضا هو عمودي على القاعدة A B الحالة الثانية أبناء الطلاب من حالات شبه المنحرف شبه المنحرف المتساوي الساقين وهو شبه منحرف تساوى فيه طول ضلعي المائلين أي من هذا الشكل أبناء الطلاب نقول في شبه المنحرف A B C D A D يساوي B C مرة أخرى A D يساوي B C لذلك أبناء الطلاب هذا الشكل هو عبارة عن شبه منحرف متساوي الساقين ومن خواص أبناء الطلاب شبه المنحرف المتساوي الساقين نقول في شبه المنحرف المتساوي الساقين زويتاء كل قاعدة متساويتان في القياس مرة أخرى في شبه المنحرف المتساوي الساقين زويتاء كل قاعدة متساويتان في القياس أي على سبيل المثال أبناء الطلاب في الشكل A B C D وهو شبه منحرف متساوي الساقين كما تلاحظ A D يساوي B C بالإمكان أن نقول من ذلك بما أن A D يساوي B C لنا أن نقول بعد ذلك أبناء الطلاب زويتاء كل قاعدة متساويتان في القياس ومن ذلك نقول قياس الزاوية A يساوي قياس الزاوية B أيضا قياس الزاوية D يساوي قياس الزاوية C بالمثل أبناء الطلاب نقول إذا تساوت زويتاء القاعدة في شبه المنحرف كان متساوي الساقين مرة أخرى إذا تساوت زويتاء القاعدة في شبه المنحرف كان متساوي الساقين على سبيل المثال أبناء الطلاب من هذا الشكل A B C D وهو شبه منحرف نقول إذا كان قياس الزاوية A يساوي قياس الزاوية B وهما زويتاء القاعدة A B أو إذا كان قياس الزاوية D يساوي قياس الزاوية C وهما زاويتاء القاعدة D C حينئذ أبناء الطلاب لنا أن نقول أن A D يساوي B C ومن ذلك سنحكم على شبه المنحرف A B C D في هذه الحالة بأنه شبه منحرف متساوي الساقي وفقا لهذه الخواص أبناء الطلاب دعونا نذهب للإجابة على هذه التمارين والتمارين يقول A B C D شبه منحرف قائم كما تلاحظ أوجد قياس زاوية المجهولة المعطيات أبناء الطلاب A B C D هو شبه منحرف قائم قد تعامد فيه A D على القاعدة D C وبالتالي يصنع مع هذه القاعدة زاوية قياسها 90 درجة والمطلوب أبناء الطلاب هو إيجاد قياس الزاوية المجهولة لدينا معطى آخر أبناء الطلاب هو قياس الزاوية B والتي تساوي 60 درجة تبقى لدينا مجهول إذن أبناء الطلاب قياس الزاوية A وقياس الزاوية C إذن أبناء الطلاب في الحل لنا أن نقول أن قياس الزاوية A يساوي 90 درجة لأن A D أبناء الطلاب عموذي على القاعدة D C وهو أيضا عموذي على القاعدة A B بالتالي يصنع مع هذه القاعدة زاوية قياسها 90 درجة وهذه الزاوية أبناء الطلاب هي الزاوية A ولنا أيضا أبناء الطلاب أن نقول الزاوية A والزاوية D هما زاويتان مجاورتان للضلع القائم A D وبالتالي قياسهما يساوي أو مجموع قياسهما أبناء الطلاب يساوي 180 درجة ومن ذلك أبناء الطلاب يمكن لنا أن نقول قياس الزاوية A يساوي 180 ناقص قياس الزاوية D التي تساوي 90 درجة ومن ذلك هي تساوي 90 درجة والسبب أبناء الطلاب الزاويتان المجاورتان للضلع A D القائم متكاملتان أي مجموعهما يساوي 180 درجة تبقى أبناء الطلاب لدينا مجهول قياس الزاوية C بالمثل أبناء الطلاب يمكن لنا أن نقول قياس الزاوية C يساوي 180 درجة ناقص قياس الزاوية B التي تساوي 60 درجة لنفس السبب أبناء الطلاب وهو أن الزاوية B والزاوية C زاويتان مجاورتان للضلع المائلة B C وبالتالي مجموعهما يساوي 180 درجة بالتالي أبناء الطلاب قياس الزاوية C يساوي 180 ناقص 60 بالتالي يساوي 120 درجة لماذا أبناء الطلاب كما ذكرنا الزاويتان المجاورتان للضلع المائل B C متكاملتان أي مجموعهما يساوي 180 درجة ننتقل إلى التمرين الذي يليه والتمرين يقول A B C D شبه منحرف فيه قياس الزاوية A كما تلاحظ 105 درجات ولدينا أبناء الطلاب معطى آخر هو أن طول A D يساوي طول B C والمطلوب أخيرا أبناء الطلاب أوجد قياسات زاوية المجهولة من المؤكد أبناء الطلاب أننا سنستفيد من المعطيات في الوصول لقياسات الزاوية المجهولة بالتالي أبناء الطلاب في الحال يمكننا أن نبدأ بالقول أن قياس الزاوية D يساوي نعم يساوي 180 درجة ناقص 105 درجات وبالتالي يساوي 75 درجة لماذا أبناء الطلاب؟ نعم الزاوية A والزاوية D هما زاويتان مجورتان للضلع الماء إلى A D وبالتالي هما متكاملتان أي قياسهما يساوي 180 درجة بالتالي أبناء الطلاب نذكر السبب من جديد فنقول الزاويتان المجورتان للضلع الماء إلى A D وهما A والزاوية D متكاملتان أي قياسهما يساوي 180 درجة تبقى لدينا أبناء الطلاب مجهول قياس الزاوية B وقياس الزاوية C ولو نظرنا جيدا أبناء الطلاب للشكل A B C D شبه المنحرف سنجد طول A D يساوي طول B C أي أن شبه المنحرف A B C D هو شبه منحرف متساوي الساقين ونقول أبناء الطلاب من ذلك بما أن A D يساوي B C بالتالي زاويتا كل قاعدة متساويتان في القياس بالتالي نقول قياس الزاوية B يساوي قياس الزاوية A وهما زاويتا القاعدة A B بالتالي قياس الزاوية B يساوي قياس الزاوية A ويساوي 105 درجة بالمثل أبناء الطلاب سنقول قياس الزاوية C يساوي قياس الزاوية D ويساوي 75 درجة ننتقل أبناء الطلاب إلى التمرين الذي يليه والتمرين يقول حدد نوع شبه المنحرف A B C D الذي فيه قياس الزاوية D يساوي قياس الزاوية C ذكرنا أبناء الطلاب وقلنا إذا تساوت زاويتاء القاعدة في شبه المنحرف كان شبه المنحرف متساوي الساقين هنا أبناء الطلاب قد تساوت قياس الزاوية D مع قياس الزاوية C فنذكر ذلك في الحل فنقول بما أن قياس الزاوية D يساوي قياس الزاوية C الذي يعني ذلك أبناء الطلاب أن هذا الشكل أو هو شبه المنحرف A B C D هو شبه منحرف متساوي الساقين قد تساوى فيه الضلع A D وفقاً لذلك مع الضلع B C ونقول بعد ذلك أبناء الطلاب وفقاً لذلك الشكل A B C D شبه المنحرف هو شبه منحرف متساوي الساقين لماذا أبناء الطلاب قد تساوى فيه طول الضلع A D مع طول الضلع B C لذلك هو شبه منحرف متساوي الساقين إذن أبناء الطلاب تعرفنا إلى الحالات الخاصة من شبه المنحرف بعد الفاصل أبناء الطلاب سنتعرف إلى طول القاعدة الوسطى في شبه المنحرف فاصل قصير ومن ثم نعوه أهلاً وسهلاً بكم أبناء الطلاب من جديد ومع طول القاعدة الوسطى في شبه المنحرف لكن قبل ذلك أبناء الطلاب دعونا نذكر فنقول المستقيم المرسوم من منتصف الضلع المائل في شبه المنحرف ويوازي قاعدتيه يمر من منتصف الضلع المائل الآخر ونسمي هذا المستقيم أبناء الطلاب بالقاعدة الوسطى دعونا إذن أبناء الطلاب نوضح ذلك من خلال هذا الشكل في شبه المنحرف A B C D كما تلاحظ شبه منحرف إذا كان فيه القطعة المستقيمة F E توازي القاعدة A B وتوازي القاعدة D C وأيضاً تنصف الضلع المائل A D فهي بذلك أبناء الطلاب تنصف الضلع المائل الآخر B C بحيث B E يساوي E C من جديد أبناء الطلاب إذا كان F E هذه القطعة توازي القاعدة A B وتوازي القاعدة D C وتنصف الضلع المائل A D بحيث A F يساوي F D من ذلك أبناء الطلاب سنقول مباشرة هذه القطعة تنصف الضلع المائل B C بحيث B E يساوي E C الآن أبناء الطلاب دعونا نتعرف إلى طول هذه القاعدة أو القاعدة الوسطى في شبه المنحرف طول القاعدة الوسطى في شبه المنحرف تساوي نصف مجموع طولي قاعدتين مرة أخرى أبناء الطلاب طول القاعدة الوسطى في شبه المنحرف تساوي نصف مجموع طولي قاعدتين مثال أبناء الطلاب A B C D شبه منحرف فيه F E قطعة مستقيمة واصلة بين متصفين الضلعين المائلين A D و B C بالتالي هي القاعدة الوسطى في شبه المنحرف ومن ذلك أبناء الطلاب نقول طول هذه القاعدة الوسطى F E يساوي نصف مجموع طولي القاعدتين A B و D C بالتالي F E يساوي نصف ضرب A B زائد D C من ذلك أبناء الطلاب دعونا نذهب للإجابة على هذا التمرين والذي يقول في شبه المنحرف A B C D طول القاعدة A B يساوي خمسة وطول القاعدة D C يساوي تسعة والمطلوب أبناء الطلاب هو إيجاد طول القاعدة الوسطى M N من المؤكد أبناء الطلاب أننا سنأتي بطول هذه القاعدة بكل سهولة حينما نقول طول القاعدة الوسطى في شبه المنحرف يساوي نصف مجموع طولي قاعدتين من ذلك أبناء الطلاب سنقول M N يساوي أي طول القاعدة الوسطى M N تساوي نصف مجموع A B زائد D C أي قاعدة شبه المنحرف A B والقاعدة الأخرى D C نعوض الآن أبناء الطلاب ونأتي بطول القاعدة الوسطى M N بكل سهولة نعوض الآن أبناء الطلاب A B تساوي 5 زائد D C التي تساوي 9 من المعضيات تقسيم 2 5 زائد 9 14 تقسيم 2 الناتج أبناء الطلاب سيساوي 7 من ذلك أبناء الطلاب سنقول M N تساوي 7 أي طول القاعدة الوسطى في شبه المنحرف تساوي 7 ننتقل أبناء الطلاب إلى التمرين الذي يليه والذي يقول في شبه المنحرف A B C D هذه المرة أبناء الطلاب معطى لدي طول القاعدة الوسطى M N وتساوي 8 وطول القاعدة D C تساوي 10 والمطلوب إيجاد طول القاعدة A B في الحل أبناء الطلاب سنقول طول القاعدة الوسطى يساوي نصف مجموع طولي قاعدتي شبه المنحرف A B و D C ومن ذلك أبناء الطلاب سنستخرج طول القاعدة A B بالتالي أبناء الطلاب في الحل سنقول M N تساوي مجموع طولي القاعدتين A B زائد D C تقسيم 2 نعوض الآن ومن ثم نأتي بطول القاعدة المجهولة A B M N تساوي 8 M N طول القاعدة الوسطى تساوي 8 يساوي A B مجهولة سنأتي بها زائد D C التي تساوي 10 تقسيم 2 الآن أبناء الطلاب بإجراء عملية الضرب التقاطعي نأتي بطول A B بكل سهولة طبعا هذه الثمانية أبناء الطلاب هي عبارة عن ثمانية تقسيم 1 نجري عملية الضرب التقاطعي أبناء الطلاب فنحصل على A B زائد 10 ضرب 1 A B زائد 10 واثنين ضرب ثمانية كما تلاحظ اثنين ضرب ثمانية الناتج يساوي 16 سنأتي بطول A B لذلك علينا أبناء الطلاب أن نقول بنقل العدد 10 إلى الجهة الأخرى لتتغير إشارة هذا العدد فتصبح بالسالب ومن ذلك نقول A B يساوي 16 ناقص 10 والناتج أبناء الطلاب بالختام يساوي 6 ومن ذلك نقول طول القاعدة A B تساوي 6 بختام هذا التمرين أبناء الطلاب نكون قد وصلنا لختام درسنا لهذا اليوم وقد تعرفنا فيه إلى شبه المنحرف وأيضا تعرفنا إلى الحالات الخاصة لشبه المنحرف وأخيرا أبناء الطلاب تعرفنا إلى طول القاعدة الوسطى في شبه المنحرف أبناء الطلاب إلى أن نلقاكم في درس قادم بحوله تعالى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة